السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلا بينا وصفة جديدة من قناتي سلينة كوزينة النهاردة هعلمك سلق اللحمة بطريقة خطيرة جدا جدا وبإضافات خطيرة هد فيها هتدوقي وتستطعمي أحلى شربة تعملي منها أحلى طبيخ وتاخدي لحمة دايبة دوب هتجيبي حل على النار وتحط فيها معلقتين كبار من السمنة البلدي وانزل بقطع اللحمة بتاعتي وطبعا تكون نار عالية علشان أدي صدمة للحمة بتاعتي وتاخد أحلى لون دهبي وبعد ما تاخد اللون الدهبي من وش بابدأ أقلبها على الوش التاني وأنا كل ده أنا ما ضفتش حاجة خالص على اللحمة أنا يدوبة تبديها صدمة على الوشين هضيف بعد كده معلقة صغيرة من الفلفل الأصمر وما تكونش مليانة قوي هتقولولي إيه ده فلفل الأصمر طبعا كده اللحمة مش هتستوي بالعكس الفلفل الأصمر لما تنزليه وتشوحيه مع اللحمة حرفيا هتكلي أحلى لحمة ممكن تتخيلها نزلت بعد كده بمعلقة صغيرة مليانة منح وحطيت بعد كده ثلاث ورقات من اللورة وست فسوس من الحبهان وبعدين هنزل ببصلايا متقطعة بصلايا متوسطة أقطعة وحطها وبعدين هنزل بنص لمونة نص لمونة بقشرها سيما هي كده نص لمونة وحطها بس كده ورحت حطها بقى جزرايا متقطعة مكعبات أنا ما كانش عندي جزر فريش حطيت جزر أنا مفرزاه عندي في التلاجة في الفريزر بينفع في كل حاجة حطيت طمط ماية سليمة زي ما هي ولا فتحتها بالسكينة ولا أي حاجة وحطيت كمان فصين من التوم ونزلت بالمية المغلية عليهم بس بها تغلي على نار عالية لمدة عشر دقايق وأفضل أشيل الريم أعل على وش الشربة أي ريم يطلع لي بشيله على طول لحد ما خلي الشربة بتاعتي صفية وما يبقاش فيه أي ريم على الوش في الوقت ده بروح مغطية عليها وبهدي النار تماما وبسيبها لمدة ساعة كاملة على نار هدية بصوا كده بقيت الشربة صفية إزاي بعد ما شلت كل الريم بس كده صدقيني هتغذي أحلى تطعيمة لللحمة في السلق بالطريقة دي لو أنت مش عايزة تحطي طمط ماية الطمط ماية طبعا بصوا الطمط ماية ملامحة اختفت دابت تماما في الشربة شفتي إحنا كنا حطينها إزاي وبقت إزاي ملهاش ملامح دابت خالص الطمط ماية بتدي للشربة مزازة لو أنت مش عايزة تحس المزازة في الشربة استغني عنها وهتشربي أحلى شربة وهتدوقي أحلى لحمة دايبة دور وبألفهنة وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر